كريم صباح الفل بونجور عليك طبعا ومهم جدا ان احنا نتابع لحظة بلحظة وننقل الصورة حية لكل سادة المتابعين يعني لحظة بلحظة ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل بعد مبارح الفوز الجميل ازاي كانت المشاعر المختلفة في الكواليس كمان سواء في الاستاد او في القطيل بعد عودة طبعا الفريق الاول بينهم وبين بعض في قط اللبس دلوقتي احنا بنتكلم عدينا مرحلة طيب الاستعدادات بقى طبعا كلنا عارفين نادي الاهلي بيستعد من بعد لحظة انتهاء اي مباراة او صافرة يعني انتهاء المباراة فاللي جاي كمان كلمنا عنه يا كريم اتفضل صباح الخير عليك زميلتي العزيز الانهواند وصباح الخير ايضا على زميل العزيز الكريم وكل التحية لضيفك الكريم كابتن اسلام شكري يعني اكيد بنبارك لكل لعبة النادي الاهلي مجلس الدارة جمهور النادي الاهلي روح كبيرة جدا الحقيقة واسرار وهدف الحقيقة من القاهرة الوصول ان شاء الله نقطة بعيدة جدا في كاس العالم بالجدية الكبيرة وبالتركيز وترتيب الاداري الحقيقة بداية من كابتن محمود الخطيب اللي بصمته مهمة جدا وتواجده بيكون رائع جدا رسائله بيكون مهمة لع كبيرة جدا حقيقة والشكر الكبير اللي احنا لابد ان احنا نوجههه لاشقائنا المغربة الحقيقة لامكن في لفتة طيبة جدا تعرف عنبارح كان في مبارات الوداد عقب انتهاء مبارات الوداد مباشرة كل جمهور الوداد دة مو كل جمهور طبعا المغرب تواجد في استاد ابن بطوتة لتشجيع اللي النادي الاهلي بيقيمته الكبيرة مباراة كانت صعبة جدا حقيقة كان فيه ناس بتقلل من فريق سياتل فريق مميز جدا عندوا سكواد رائع قيمتوا التسويقية كبيرة جدا عشان كده المباراة كان صعبة كانت فيها تحديات كبيرة جدا لكن الحمد لله يعني عندنا مدير فني على أعلى مستوى مستر كولر اللي يمكن بنواجهه له الشكر لأن سانريوهاته كتير جدا الراجل بكل صغيرة وكبيرة بيركز فيها فعشان كده ربنا بيكري بالمجموعة كلها كل واحد بيقوم بدوره جهاز الفني بالكامل عشان كده المجموعة كلها ما بتكتهد ربنا بيكافئ لعيبة للنادي الأهلي فيمكن كانت فرحة مهمة جدا غدا عقب العودة طبعا لفنده لقامة كل العاملين هنا فنده لقامة وقفوا وممكن حيوا لعيبة للنادي الأهلي وحيوا مجلس الإدارة على الأداء الكبير والروح الكبيرة جدا اللي نشايفينها والعلاقة الأكثر من رائعة بين أشقاءنا المغربة طبعا وجمهور النادي الأهلي اللي بنأكد عليه حرصه اللي يكون متواجد هتافه وتشجيعه أجواء طيبة ورائعة جدا مش بعيد والله هوندو مش بعيد زميلة كريمة ان احنا نوصل لنقطة بعيدة جدا في كاس العالم عندنا مواجهة أولى رسمية أمام ريال مدريد تكتب في تاريخ سجل العيب للنادي الأهلي ومجلس إدارة للنادي الأهلي مواجهة صعبة ومهمة جدا في نقطة مهمة في مباراة ريال مدريد الاحترام طبعا للمنافس لكن ما تخافش من المنافس ده أمر مهم جدا ويمكن ده الحقيقة اللي بيحاول يعمله ميستر كولر هو يرفع الضغطات بشكل كبير جدا على العيب النادي الأهلي استمتع قدي مباراة مهمة جدا توفيق ربنا سبحانه وتعالى أنت بتنتجره لكن هي جيم هيكون صعب فريق من أحسن فرق وأهم فريق في العالم الحقيقة ريال مدريد لكن دي كرة قدم 90 دقيقة بالجهد والإصرار الكبير المتواجد ما تعرفيش ممكن الخير يكون فين لكن يا رب إن شاء الله يستمر الإصرار الكبير جدا في لعيبة النادي الأهلي وتركزهم في معسكر فريق النادي الأهلي في كأس العالم الألئي الأندية طبعا يعني احنا في هذه اللحظات صباحا طبعا متواجدين فندو الإقامة لكن عايز أقولك نواند احنا هتحرك في خلال 30 دقيقة إلى التدريب فريق النادي الأهلي لأن احنا عندنا لسه رحلة شقة الحقيقة إلى الرباط يعني 3 ساعات صفر للبعثة بالكامل هتستغري 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف فممكن مجود كبير فممكن مستر كولر بيحاول أنه هو النهاردة يكون يعني ريكافر بسيط للعيبة اللي ما شاركتش وكل اللعيبة الحقيقة اللي شاركت هكون متواجدة في فندو الإقامة تأدي أيضا كمان يعني بقى التدليق والحاجات الريكافر الخاصة بالعيبة لنادي الأهلي لأن عدد الساعات يكون كبير من السفر لكن التحدي موجود والإنقار الزات موجود فيا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الزروف والمناخ وكل الأجواء الطيبة والتحضيرات تصبب مصلحتنا ولكل حدث الحديث بقى في مباراة ريال مدريد إن شاء الله يا كريم وحروح برضو معاك تاني للنقطة فكرة هنا كواليس قط اللبس احنا شفنا الاحتفال بمحمد شريف طبعا هنا نعرف برضو الكواليس اللي دارت إزاي كان فيه حديث فكرة هنا برضو الاستعداد من قبل اللعيبة للمباراة اللي زي ما انت قلت طبعا الفاصلة إن شاء الله يعني مع ريال مدريد إيه اللي دار اللي استعدادت إزاي سواء هنا منتكلم مش بس فنيا لا كمان استعدادات على الجانب النفسي هو الجانب النفسي الحقيقة مهم جدا عشان كنا نقول يا نواند لابد أن الكل يكون رفع الضغطات الجهاز الفاني يرفع الضغطات عن لعيب النادي الأهلي الخبرات الحقيقة المتواجدة يعني شناوي ربيعة معلول متولية يعني مش عايز عن ساعة السلية يعني عحمدي فتحي خبرات كبيرة جدا وعارفة أهمية هذه اللحظة استمتع بكرة القدم وممكن كل لعيب النادي الأهلي بتتحدث عن أعزاء الأمر الحقيقة ممكن محمد شريف كمان كان عيد ميلاده أمس والروح الكبيرة جدا قط اللبس وسر النجاح هي العلاقة الطيبة جدا من لعيب النادي الأهلي النجاح ما بيطلعش غير من العلاقة الطيبة بيحافظوا عن نفسهم شكل كبير أصرارهم مع بعض كتلة واحدة تيم واحد قلب واحد عشان كده أما بنقول ثقاتنا كبيرة جدا في العيب النادي الأهلي وفي الجهاز الفني بيبنقول لاش من فراغ لأن احنا لمسين الحقيقة هنا في فندق القامة وفي التحركات كل شيء محسوب فيه تركيز كبير جدا الكل عنده ينقر لزيته ده أمر مهم جدا النجم هو النادي الأهلي والهدف هو إسعاد جمهور النادي الأهلي الترتيبات الفنية طبعا مطروكة لمستر كولر لكن الضغطات النفسية والتحضيرات النفسية مهمة جدا كل لعيب هيقابل ريال مدريد ده حلم كبير جدا أول مباراة رسمية دي حاجة كبيرة جدا أنت تقابل يعني نادي ريال مدريد من أهم أندية العالم فعشان كده زي ما بنقول ناها واند احترم بس ما تخافش من المنافسة دي له كل الاحترام لكن الخوف مش مطلوب لأن لو احترامت المنافس ممكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى كفأت بمشية الله فيا رب ان شاء الله بإذن الله كل ظروفتكم معنا في مواجهة مهمة جدا الأهلي وريال مدريد نقطة مهمة جدا ونأكد عليها وناخدها كمان حاجة يعني زي ما بتقل كده مبدأ في حياتنا فعلا يعني احترم المنافس بتاعك لكن ما تخافش منه ما تحسس نفتك أن أنت أقل منه أبدا وبالمناسبة كمان أضيف هنا على حاجة كان كابتن محمود الخطيب قالها برضو يا كريم هو فكرة أنه لما عادوا ليه الفندق مرة تانية وطبعا كانوا بيحتفلوا وغيره وهو قبل ما يصعد ليه غرفته يعني وكان تحدث أنك جميل جدا أن احنا نفرح وفرحه لكن احنا لسه محققناش حاجة احنا لسه محققناش أي ميدالية فلا نبالغ فيه يعني الفرح لكن أكيد نفرح لكن عندنا ما هو أصعب وقادم في الأيام اللي جاية فدي برضو أعتقد رسالة مهمة جدا كان بيوجيها كابتن محمود الخطيب سواء للعيبة أو حتى ليه جماهير النادي الأهلي على كل حال تقطيتنا مستمرة معاك لحظة بلحظة كالعادة زيبنا العزيز جدا كريم أحمد شكرا لك